القطيف ونظراً للإجراءات الاحترازية والخطوات المتسارعة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كان لابد أن تظهر هناك مبادرات اجتماعية داعمة ومساندة من ضمن المبادرات الاجتماعية التي انطلقت أن يكون هناك تخصيص أو استمرارية في دفع رواتب السائقين الخاصين للمدارس لا يتم اقتطاعه أو إيقافه إضافة إلى ذلك دورات مجانية عن بعد أطلقها المدربين المختصين في مجالات عدة ولا نغفل جانب التعليم عن بعد أيضاً الكثير من المحلات الخاصة بتصليح جهزة الحاسب الآلي أطلقت مبادرة بتخفيض على إصلاحها من جانب آخر بعض محلات بيع اللحوم والدواجن أعلنت عن البيع بسعر التكلفة وتفادياً أيضاً للخسائر المالية لأصحاب بعض المحلات التي تعرضت للإغلاق نتيجة الإجراءات الاحترازية تم تصميم مول إلكتروني أو مجمع إلكتروني لعرض البضائع شريطة أن يكون محل تجاري مرخص أو أسرة منتجة إضافة إلى عرض لأرقام السائقين الذين يتولون عرض استلام وتسليم البضائع لا زال المجتمع يتطلع إلى مبادرات أكثر على نطاق أوسع أطلقت أيضاً في مناطق أخرى في المملكة كان من ضمنها وأبرزها استغناء صاحب أو مالك العقار عن إيجار شهر حتى لا يتحمل من يشغل المنشأة أياً كانت إيجار شهر في حين لا توجد لديه فوائد أو أرباح في الوقت الحالي شارع من وراك قلة الحركة تؤكد أيضاً الوعي بالنسبة لأهالي القطيف فيما يتعلق بالبقاء في المنازل كيف تشوفين الحال بالنسبة للأسر وبعدين شهادة خلينا نتعرف عن الأسر في القطيف وش تسوي بأبقاتها بالمنزل صحيح الحركة باتت قليلة جداً الخروج أصبح للضرورة الجميع هنا يراقب ويتابع الإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة على كافة أو من كافة وزاراتها يتم تبادلها وتداولها سريعاً حتى يلتزم بها الجميع